الكاتب الساخر لازم يكون دمه خفيف يمكن لازم يكون دمه خفيف لازم يكون دمه خفيف ولازم يكون بيشوف كويس يعني بس مش بالضرورة انه الكاتب الساخر يكون طول الوقت هو قاعد يقول نقت اه اه ومش شخص مهزار بطبيعته وغالبا غالبا بيكون شخص متزمت جدا وشخص يعني اذا التقتيه بيكون عنده شخصية حاسمة جدا وحاسمة جدا وبتاعه عاجات كده لكن هو حتى لما بيختالي لذاته وبينه وبين نفسه بيبقى هو عارف أنه هو يعني بيدحك هو عارف يدحك هو عارف يفكر فكرة ساخرة فهو بشكل ما لازم تكون متوفرة عنده فكرة خفة الدم إنما مش بطبيعته هو راجل مهزار يعني ويميل للحاجات دي لأنه كمان الأصل في الكتابة الساخرة إذا اعتقدنا أن هي الفكرة وده اعتقادي أنا الشخصي أن هي الفكرة محدش بيقدر يفكر فكرة ساخرة ليها جزور تقدر تدحكك وليها تأصيل وليها تحليل بعد كده ما هي الفكرة كلها أنا هدحكك إزاي وأنا بقدم لك فكرة وبديكي معلومة وبقدم لك طريقة طريقة نقاش للعقل بنائش عقلك فيها كل ده وبعدين هدحكك في الآخر ما هي دي حكاية صعبة جدا 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 خاصة لما نكون بنتكلم عن نص نسري قصير يعني ما بنتكلمش عن دراما يعني الدراما مثلا أنت تقدر الفنان أو الممثل أو القائم على تنفيذ العمل الدرامي يقدر عنده أدوات كتير يقدر يدحك بيها بما لمحوا بطريقته وباستقباله في صورة في الآخر الصورة دي بتعبر بقى عن قلت كتيرة جدا هو مش شايف حاجة خالص هو مش شايف غير الكلام والكتابة بطبيعتها فاعل يعني لا يبعث على الضحك طبيعته كويس يعني هي دايما نحن متعودين أن الناس جاد أن الناس يبني نتكلم في سياسة في اقتصادية في رياضة وكل الحاجات اللي بتقابلنا في حياتنا العادية إنما فكرة أن أنا أدحكه في لقطة صغيرة دي مسألة صعبة أعتقد أنها تتطلب من الكاتب أنه يكون عنده مفردات كتيرة جدا لأنه دايما لازم يكون عنده بديل لازم يكون عنده مفردات لازم يكون عنده فكرة لازم يكون عنده احترام للقارئ اللي هيقراه صحيح الدحكة بتتغير بتغيره الزمن يعني اللي كان بيدحكني من عشر سنين ممكن ما يبقاش هو اللي بيدحكني دلوقتي ولا خفة الدم هي خفة الدم والدحكة هي الدحكة والإفه هو الإفه والطريقة في خفة الدم أو في إلقاء الكلمة اللي اتدحك أو الجملة اللي اتدحك واحدة خفة الدم واحدة طبعا ما فيش كلام إنما الإفه بيتغير بتغير الزمن يعني لما أكون أنا النهاردة بكتب عن بسخر من حاجة موجودة فعليا وبعدين بعد شوية الحاجة دي ما تصبحش موجودة فاللي بيقرأ مش هيبقى فاهم إنه ده وضع كان موجود وتغير فممكن ما يوصلوش القفة لكن في النهاية هيبقى واصله إنه ده نص سخر وده 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 لطف النص السخر إنه هو حتى لو ما سبب ليش الدحكة هعمل لي ابتسامة هبقى عارف من اللي أنا بقراه إنه فيه هنا حاجة سخرة بتسخر من وضع قائم إنما أنا لأني مش عايش الوضع اللي حاصل ده أو اللي كان حاصل فمش قادر أقفش الحكاية وإنما خفت الدم طبعا واحد الدحكة بيتطور طبعا الدحكة بيتطور لكن خليني أقولك إنه فيه حاجات بتحصل لنا وبنمارسها وبنفضل نمارسها يعني مين مثلا في أول يوم العيد ما بيتفرجش على سوكة على بناتك ويتفرج على العيال الكبرت ويتحك بنفس ورايا وسكينة ورايا وسكينة طبعا ويتحك بنفس الطريقة صح يعني أنا أعتقد أنه أساد زكبار زي الأستاذ فؤاد المهندس والأستاذ سعيد صالح وسوهري البابلي الله يرحمها لا دي حاجات دي ناس كانت قادرة على الإضحاك في أي وقت طبعا وده فعل صعب جدا طبعا طبعا